اكد معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف أن استحداث نظام الوساطة في المنازعات يعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية مشيرا إلى المضي في تعزيز اتجاه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للوصول إلى أفضل الممارسات الممكنة شدد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال العقاد ورشة تاريفية حول الوساطة في المنازعات المدنية على أهمية البحث والتشاور بين الأطراف المدنية والقطاعات المنظمة في تطبيق هذه الأدات القانونية التي تعكس تطور التشريعات في البلاد الاجتماع اليوم يأتي مع المنظمين العديد من القطاعات في مملكة البحرين بالنسبة لنا في وزارة العدل نستطيع أن نوفر النواحي القانونية اللازمة أو الإجرائية اللازمة لهذا الموضوع خاصة أن في قانون الوساطة نفسه في المدى 16 أتاحت أنه من الممكن للرغيليترس فيما يتعلق بالمقدم الخدمة أو مزود الخدمة إذا كان هناك نزاع بين مزود الخدمة والأشخاص الذين يتمتعون بهذه الخدمة إذا كان هناك نزاع من الممكن أن تكون هناك لوائح للوساطة تصدر بالاتفاق معنا وزير المعني بشؤون العدل ولذلك وجودنا اليوم هو للتنسيق في هذا المجال وإمكانية إتاحة العديد من الإجراءات لحل المنزاحت ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر بين الجهات الحكومية المعنية والحث على أن تكون هناك بيئة حاضنة لمسألة فضل المنازعات المدنية والتجارية عن طريق الوساطة خاصة وأنه قد تم إصدار اللوائح اللازمة في هذا الشأن المقصد من كل هذا هو أن الأشخاص المرخصة لهذه الجهات يستطيعون أن ينفذوا إلى العدالة بعدة سبل منها مسألة الوساطة كوسيرة رضائية لحل المنازعات اليوم هو اجتماع للتداول حول هذا الأمر وتبادل وجهات النظر والحث على أن يكون هناك بيئة حاضنة لمسألة فضل النزاعات وقد شارك في هذه الورشة ممثلوا عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي ومؤسسة التنظيم العقاري وهيئة تنظيم الاتصالات حيث تعكس هذه الورشة أهمية تعاون وتكاتف الجهات المعنية في المضيء قدما بتعزيز اتجاه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ورشة جمعت عدة جهات معنية في مملكة البحرين لتكون بيئة حاضنة لأحد الأدوات القانونية التي يلجأ إليها الطرفين تسوية لحسم المنازعات المدنية فيما بينهم للتوصل إلى اتفاق عادل طلال نايف لمركز الأخبار تفزيز من البحرين شكرا لهم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة